لما حد يجي يقولك ما سمعتش مش فلان عمل كذا وكذا 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 ويروح للتاني يقوله ما سمعتش بس قوعى تقول لحد انا بقولك انت وده يقولي ده انا بقولك انت بنعري بعض بنعري بعض وانت شفتوا اللي شاف ابوه عريان ابنه خد اللعنة كان عان ابن حام لكن التخطية مهمة مرة القديس ابو مقار فيه راهب كانت فيه واحدة ستة بتجيله وبعض الرهبان شفوه وفيه رهبان قرشين ملحد فانتظروا لما الستة دخلت عند ابو مقار وبعدين دخلت عند الرجل ده ورحلوا ابو مقار تعال يا ابان اولادي تعبان رجليه وجعاني تعال نوريج بعنيك فخبطوا على الباب فالرجل بيقول مين الراهب قال له انا ابو مقار عنده زبدية كبيرة زبدية اللي هي اكبر من المجور رح حط الستة تحتيها وغطى ايه الزبدية ابو مقار دخل وعمل نفسه تعبان وقعد على الزبدية وقال له اندوروا في القلاية مكسفين يقولوله قوم وهو قعد يقولهم دايخ وتعبان فلما ملقوش قال له معيب تحكم على حد وبعد ما مشوا بس رحمة خبط ليه على الزبدية وقال له يا ابني راعي مسيحك وخرج وهو طالع سمع صوت بيقول له طباك يا ابو مقار يا اللي غطيت الخطية بالزبدية طباك يا ابو مقار يا اللي غطيت الخطية بالزبدية دينه محمة من اراد ان يأخذ ثوبك يعني يعريك اترك له الرداء الرداء يعني ايه اصلي دايما التوب الجلبية العادية ارخص من الرداء الخارجي يمكن كنا نشوفهم عندنا اهلنا في الصعيد يبقى لابس جلبية وحطت حتة يسموها الحتة الزفرة اللي هي ايه صوف يحطها على كتفه ويروح البلد اصلي كانوا بيسافروا وهم ماشيين على الارض الجلبية تضطرب فما يرضاش يلبس الحتة الزفرة لغاية ما يدخل البلد يروح لابس ايه الحتة الزفرة دي الغالية يعني اذا كان حد عايز يعريك بالرخيص اترك له الرداء ايضا يعني سيب له ايه الرخيص سيب له الغالي وبعدين يقول ايه ومن سخرك ميلا عارفين يعني ايه سخرك استكردك ضحك عليك ميل امشي معاه اتنين يعني امشي معاه اتنين يعني ما تعملوش بمعملته ما تعملوش بمعملته طب ليه ده كله ليه ده كله يكمل بقى يقول وحاجة تانية من سألك اعطيه ومن اراد ان يقترض منك لا تردو مدام عندك انك تساعد اخوك ما تردوش واللي يسألك ادي له دي صفات الله فقط مش صفات ايه الانسان الانسان عايز تشوف صفاته وروح للعهد القديم ترى عين بعين وسن بسن اشتركوا في القناة